إن كان شخص بباليه شغف للذهاب إلى العمر وبيت الله الحرام مع أمور دنوية أخرى كالتسوق للعود الفاخر والأكل العربي والدعاء لمر معينة والفزع والله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا كان المقصود الأصلي هو العمر فلا بأس أن يكون لك مقصود تابع من وراء ذلك فإن الله ذكر في الحج وهو أعظم من العمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرجو أن لا حاجة في هذا لكن احرص على أن يكون المقصود الأصلي هو العمر وليس العود الفاخر والأكل العربي ومجرد الفصحة بارك الله فيك